أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية أنه تم استهداف العاصمة كييف بطائرات مصيرة انتحارية صباح اليوم وأكد عمدة كييف وقوع انفجارات في وسط العاصمة وتضرر عدد من المباني السكنية جراء الهجمات وكانت الأنباء أفادت بسمع دوي انفجارين في كييف حيث انطلقت صافرات الإنذار قبل وقت قصير من الانفجارين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة